جريمة حرب جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة وهي الجريمة التي لقت إدانات واسعة وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت اقتحام المستشفى واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى اتفاقية جينيف وأيضا امتدادا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الخارجية الأردنية أكدت أن اقتحام مستشفى الشفاء يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وأحملت في بيان حملت إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والتواقم الطبية العاملة في مجمع الشفاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أنها تواصلت مع جميع الأطراف لمنع حصول ما أسمتها بكارثة إنسانية داخل مجمع الشفاء الطبي وأنها على استعداد لممارسة الوساطة مضيفة أنها تفتقد إلى التدابير الأمنية المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أكد أن طول الفترة الزمنية التي يستغرقها جيش الاحتلال داخل المجمع يثير المخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع وأنه تعمد على مدار الأيام متابعة تضخيم هدف اقتحام مجمع الشفاء لتصوير على أنه إنجاز عسكري بالنسبة لقوات الاحتلال بينما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قال أن الإدارة الأمريكية لا تريد رؤية معركة بالأسلحة النارية في مستشفى الشفاء تجنبا لسقوط أبرياء وأشخاص عاجزين ومرضى يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها ما يحدث من اقتحام لمستشفى الشفاء ينذر بوقوع مأساة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني وسط صمت دولي لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من خرق لكل القوانين الإنسانية والدولية